السلام عليكم اليوم في مسابقة كأس الدنمارك الدور ربع النهائي فريق فيبورك فريق لعبنا الدولي إلياس العشوري ينتصر هدف لسفر على فريق ألبورك ومع هذا لم يتأهل للدور نصف نهائي بما أنه مباراة الذهاب انتهت في فوز ألبورك هدفين لسفر وهكا فريق لعبنا الدولي إلياس العشوري يقصى ما الدور ربع نهائي من مسابقة كأس الدنمارك وبطبيعة كجماهين للمتخب ليهمنا لالبورج ولا فيبورج ليهمنا الياس العشوري اللي اليوم كل عادة كان أساسي لكن للأسف شديد خرج الشوت الأول وبالتحديد في دقيقة 29 بعض الأخبار التونسية اللي خرجت بعد خروج الياس العشوري إنه سبب خروجه كان بسبب الإصابة وأكيد الناس الكل تمنيت له الشفاء وإن شاء الله الإصابة ما تكونش باليغة وإن شاء الله ما يبعدش مدة أطويلة على الميادين ولكن رهو ما ثماش حاجة رسمية إلى حد الآن تدل إنه الياس العشوري أخرج في دقيقة 29 أي في الشوت الأول بسبب الإصابة لأنه على حسب المعلومة اللي عندي مباشرة بعد خروج الياس العشوري وهنا رهي أخبار كوالياس ما ننجمش قولك المعلومة اللي عندي رهي صحيحها مياه بالمياه وكيف ما ننجمش قولك معلومة غالطة يعني نجموا نستأنسوا بها السبب الحقيقي الخروج الياس العشوري ما هيش الإصابة السبب الرئيسي هو إنه مستواه اليوم كان متواضع ثم سبب للمستوى المتواضع اللي ظهور به اليوم الياس العشوري وهو السيام بدليل إنه الحلقة هذي هننصوروا فيها بعد شقان الفتر السبعة واربوعة توا السبعة واربعة مانيش عارف بالضبط وقتيش بشتعبت لكن من هنين إن شاء الله لنهار لحد جاي أول مقابلة للياس العشوري مع فريقه في دوري التتويش خليونا نسمعوا بأخبار يقول مدة إصابة أو مدة إراحة الياس العشوري بسبب الإصابة حتى لو كان ثم مدة إراحة صدقوني بش تكون خفيفة على الأخر زعمة زعمة هاو كان يغطيوا بها في الموضوع الأصلي لأكثر لأقل لكن سبب خروج الياس العشوري نأكد لكم اليوم هو السيام أهم من كل الأسباب الياس العشوري يخرج بسبب الإصابة الياس العشوري يخرج بسبب السيام أهم شيء أنه الياس العشوري لبس عليه والحمد لله هذا هو المهم الياس العشوري اللي قاعد يقدم في مستوى كبير الآن وإن شاء الله ربي يبقى عليه السطر والأولاد راهي العين حق العين حق لذا ماذا بينا وقت اللي يلاعب ما اللعبين الدوليين ولا لعب عربي وقت اللي يكون يقدم في مستوى كبير ويكون في أوج عطاءه ماذا بينا وقت اللي نحكيه عليه ما ننساوش ما شاء الله لقوة إلا بالله كنا نعرفوا أنه المنتخب التونسي إن شاء الله شهر شهر ونصب يلعب كأس العالم للأواسط في الأرجنتين بيش نستقطبوا لعبين من المزدوجي الجنسية فرصة بيش نستقطبوا لعبين شبان بيش يكونوا متواجدين مع المنتخب في كأس العالم بدية العالم الكل منتخبات العالم الكل تشكو من خط الهجوم تشكو من اللاعب يحط الكرة في الشبك فما بالك بالمنتخب التونسي لذا عدنا لاعب عمرو في منتشنسنا اسمه أمير اسماعيل أكيد نسبة كبيرة مننا يعرفوه اللاعب هيرم فين فريق الشباب بالمستوى اللي يخولوه بيش يتدرب مع الفريق الأول بيش يتدرب مع لعبنا الدولي رامي كعايب كامعة التونسية أو الناخب الوطني المنتخب الأواسط منتصر له حيشي بيش يتصلوا باللاعب أو بيش يتصلوا بإدارة فريق هيرم فين من أجل تقديم الدعوة الأمير اسماعيل بيش يكون متواجد في قائمة المنتخب التونسي لكن هنا ثم مشكل بيش تتمثل المشكل تتمثل في الملعبية السابقين اللي قدمنا لهم الدعوة وطريقة تعاملنا معاهم كجامعة تونسية لكورة القدم كيف ما نعرفوش نتعامله مع رامي كعايب يقول القاير يخي ما عندوش بلاسة في المنتخب التونسي قداموا عليه العابدي قداموا عليه معلول كيف قداموا مرتضى بنوا الناس هذي ملعبية قاعدة تلعب مع انديتها باستبرار واكثر من هكا قاعدة تقدم في اضافة يخي بش اللعبوه بسي با هي متفاهمين فيما يخص رامي كعايب وشنه يعملنا في موضوع عمر رقيق عمر اللي الجامعة التونسية ما عرفتش كيفش تتصرف معها ما عرفتش كيفش تتعامل معها بل اكثر من هكا ظلموا الملاعبي لانه صراحة اللاعب موش ما يستحقش الدعوة اللي ما تقدمتلوش بل اكثر من هكا اللاعب يستحق من بين المدافعين بسلثنان متصر الطالبي يستحق مكان في خط دفاع المتخب التونسية او اقل القليل يستحق بش يخو فرصة ويلعب مقابل او اثنين وثلاثة ونحكمه على مستواه معاملات السلبية مع اللاعبين اللي تقمصوا الوين المتخب التونسي واللي الى حد الان ما زالوا ما همش يمخذين فرصتهم راه يتأثر بالسلب على الملعبية الجدد اللي بيش نتفاوضوا معاهم ومن بناتهم بطبيعة امير اسماعيل مهاجم عنده امكانيات محترمة مهاجم ينجم يفيد في المستقبل القريب المنتخب التونسي للأواسط وينجم يفيد في المستقبل البعيد المنتخب التونسي الاول ونختم الحلقة بلاعبنا محمد الضاوي كريستو اللاعب السابق للنجم رياضي الساحلي واللاعب الحالي للأهلي المصري نحكيه على لاعب الزل ما تجوز عمره عشرين سنين قاعد يتعرض المظلمة كبيرة لماذا قلنا قاعد يتعرض المظلمة كبيرة لأن المستوى متاعه ليست متاع مستوي لاعب يقعد احتياتي في جميع المقابلات الفريق الأهلي كنا نحكيه على لاعب مستقبل في المنتخب التونسي كنا نحكيه على اللاعب لو كمل البطولة التونسية الموسم الحالي ممكن روكين الهداف ممكن روكين أفضل اللاعب في البطولة وقتها تقريبا من خمسة مقابلات مسجل خمسة أهداف ومقدم تقريبا ثلاثة أربعة تمريرات حاسمة ولا ما أظن راه كريستو من نجم الرياضي الساحلي لمشيش فريق في القارة الأمريقية لكن راه هو مستوه ما يبعدش راه هو برشا على مستواء النجم الرياضي الساحلي ومستواء كيف كيف البطولة المصرية ما يبعدش على مستواء البطولة التونسية طريقة التعاملهم مع اللاعب لننا نحكي على الإدارة أو طريقة التعامل مدرب الفريق مع محمد الظاوي لاعب نجم في النجم الرياضي الساحلي لاعب حسوني ما عندوش قيمة في فريق الأهلي حسوني بطريقة التعامل مع محمد الظاوي ملعبية الأهلي لو كان يفرتوهم ملعب يزوز يمشي والريال وزوز ثلاثة ملعبية في برشلونة والباييرن ويفرتوهم على أكبر أندية العالم حسوني بالملعبية اللي عندهم لو يلعبوا مع النجم الرياضي الساحلي اللي كريستو كان نجم في الليتوال لو يلعبوا مع النجم الرياضي الساحلي الليتوال يكل خمسة ستة في سوسا ويكل عشرة اثناش في مصر شبه رسمي الأهلي المصري بش يتوش باللقب بالبرح يلعبوا مع غزل المحلة وفي ملعب الأهلي ربحين اثنين بليش مهبط لي محمد الظاوي في دقيقة واحدة وثمانين المقابلة انتهت ثلاثة سفر رك تلعب ضد فريق متواضح غزل المحلة فريق متواضح صحيح متواجد في المرتبة الثامنة ولا التاسعة لكن مقارنة بالأهلي فريق متواضح انتي اليوم كمدرب للأهلي كي متلعبش محمد الظاوي ضد غزل المحلة امام مش كون مش لعب وامام الرجاء المغربي يعني ظلم كبير قاعد يتعرض له اللاعب ولو بش يقعد على الطريقة هذي او بش يقعد في الوضعية هذي ما ثماش مستقبل واضح لمحمد كريست وقلنا راهوا الحكاية هذي كلها وكل المحلين وجماهير النجم الرياضي الساحلي والجماهير التونسية واللي يحبوا اللاعب بكلنا قلنا راهوا انتقال محمد الظاوي الفريق الاهلي اكبر خطأ ممكن يقوم به ادارة النجم الرياضي الساحلي لكن النجم يقولوا ادارة النجم وقتها اصبحها تحت الزرس سيلة فلوس من عند فريق الاهلي جيتها محمد الظاوي وبشتيخ وتفتوف وقال لك خلينا نسلموا فيه للأسف الشديد ان شاء الله الحكاية هذي ما عادش تصير مع لعبين الدوليين او اللاعبين اللي النجم يقولوا عليهم باش يكونوا مستقبل المتخب التونسي على كل حال حظ موفق المحمد الظاوي ان شاء الله يكون مستقبل وافذر من حاضر وحظ موفق اللاعبين الدوليين تحية تونس تعيش تونس كنا تونس والسلام